بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي الطلاب في هذا الدرس من دروس اللغة العربية لطلاب الصف الحادي عشر وعنوانه الأدب في العصر الأندلسي أهدافنا لهذا الدرس أن يحدد الطالب الإطار التاريخية والجغرافية لأدب العصر الأندلسي أن يعدد أغراض الشعر التقليدية والمتطورة في العصر الأندلسي أن يعدد أبرز فنون النثر في الأدب الأندلسي وننبه أعزائي الطلاب أن هذا الدرس سوف يكون على جزئين الجزء الأول سيتناول الشعر الأندلسي والجزء الثاني سوف يتناول النثر في بلاد الأندلس بداية أعزائي الطلاب ماذا نقصد بالأندلس تاريخيا وما المكان الذي قامت فيه هذه الحضارة أما المكان فهو شبه جزيرة إيبيريا إسبانيا والبرتغال والزمان يمتد بين عامي إثنين وتسعين وثمانمائة وسبعة وتسعين من الهجرة كان المجتمع يتكون من البربر ومن العربي ومن الأندلسيين الإسبان ومن غيرهم من الطوائف الأخرى هذا من جانب كما ضم هذا المجتمع الديانة الإسلامية والنصرانية واليهودية ولا شك أن هذا التباين في أعراق الناس وطوائفهم من جانب وفي فئاتهم الدينية من جانب آخر أنتج لنا نسيجا مجتمعيا فريدا هو حاضرة بلاد الأندلس ومن جانب آخر لعبت الطبيعة الجميلة الخلابة والإنشاءات العظيمة دورها في توجيه الحياة هناك فلدينا عاملان أساسيان النسيج المجتمعي المتباين والطبيعة الجميلة الخلابة أنتجت لنا ما يعرف بالأدب الأندلسي وكما نعلم للأدب جناحاني يحلق بهما في سماء الإبداع الشعر والنثر أما الشعر فقد كانت هناك أغراض تقليدية وأخرى متطورة ومن تلك الأغراض التقليدية فن الغزل بنوعيه العفيف والحسي العفيف الذي يتناول عاطفة الحب وسمات المرأة المعنوية والحسي الذي يتكلم عن سمات المرأة وجمالها الظاهري وقد سار الغزل على طريقة أهل المشرق فأحيانا تصدر به القصائد فيأتي في بداية القصائد وأحيانا تفرض له قصائد منفردة الغرض الثاني وهو غرض المتح وقد كانوا يتناولون في الممدوح صفات المروأة والشهامة والنجدة والكرم وجه هذا المتح إلى الأمراء والخلفاء وغيرهم كما تضمن متح الانتصارات في المعارك وهو ما يسمى بالإشادة بالفتوح والانتصارات أما شعر الحكمة فقد جاءت المعاني الشعرية مواكبة لعقول أصحابها فاتسم الشعر بسمو الخيال كما اتسم أيضا ببراعة التصوير والابتكار ومن تلك الأغراض الشعر الصوفي وهو ما يعرف بشعر الزهد تميز هذا الشعر بالسمو الروحي وقد جاء في القصائد التقليدية وفي الموشحات الأندلسية ولم يقتصر الأندلسيون على تلك الأغراض التقليدية وإنما سجل لهم التاريخ سبقهم في العديد من الأغراض المتطورة وصف الطبيعة وصف الأندلسيون الطبيعة بجمالها الخلاب كما وصفوا الأقاليم المختلفة وامتد الوصف كذلك لديهم إلى القصور والنافورات والاستحداثات الهندسية التي أنشأها أهل الأندلس الحنين إلى الوطن وقد كان من أسباب ظهور هذا الشعر ارتحال الكثير من الشعراء الأندلسيين إلى المشرق طلبا للعلم فحنوا إلى أوطانهم وإلى أهليهم فنظموا شعرا جميلا في هذا الباب ويسجل تاريخ الأدب للأندلسيين براعتهم في رثاء الممالك الزائلة وذلك لما وقع بينهم من حروب وصراعات تسببت في مدن قد خربت ودويلات قد زالت بل ومدن قد ضاعت إلى أيدي الصليبيين والأوروبيين هناك كذلك شعر الاستغاثة التي وجهت إلى المسلمين وإلى ملوك المغرب لنصرة الأندلسي في هذا الوقت ومن الأغراض التي تفرد فيها الشعر الأندلسي فن الموشحات والأسجال وهو فن خاص بالشعر الأندلسي في اسمه ونظمه ما السبب في ظهور هذا الفن كان استجابة لحياة الطرف ومجالس الموسيقى والغناء في الموشح الواحد نجد أكثر من وزن ومن قافية واحدة كما تتشابه هذه الموشحات مع أغراض الشعر نفسها فالموشح يتناول أغراض الشعر السابقة والتي نعلمها أشهر الوشحين عبادة بن ماء السماء وابن زهر فماذا عن الأسجال؟ إنها موشحات العوام قيلت بلغة قريبة إلى العامية وأشهر روادها ابن قزمان وبعد أن تنقلنا بين الأغراض التقليدية والأغراض المتطورة للشعر الأندلسي نستطيع أن نقف على خصائص هذا الشعر لقد مر الشعر الأندلسي بأطوار ثلاثة الطور الأول وقد كان من الفتح حتى بداية القرن الخامسي الهجري جاء تقليدا لأدب المشرقي انتماءا للأصل واعتزازا به وأشهر رواده ابن عبد ربه الطور الثاني قد كان في القرن الخامس الهجري وكان تجديدا ممتزجا بالتقليد أشهر رواده ابن زيدون والمعتمد ابن عباد الطور الثالث وقد كان في القرن السادس الهجري وما بعده كان تجديدا تاما وتصويرا لبيئة الأندلس وتعبيرا عن خصوصيتها أشهر رواده ابن خفاجة ولسان الدين ابن الخطيب مع هذه الأطوار نجد أن هناك سمات للشعر الأندلسي منها عدم التقيد بأسليب الأعراب ورقة الألفاظ والخروج على الأوزان التقليدية للشعر أظنكم الآن أبنائي تستطيعون التعامل مع تدريبات الكتاب فهلما بنا إلى مصدر التعلم الكتاب المدرسي في صفحة 146 السؤال يقول يلقب ابن هانئ بمتنبي الأندلس وابن زيدون ببحتري الأندلس وحمدة بنت المؤدب بغنساء المغرب في رأيك ما دلالة هذه الألقاب هل فرغتم إليكم الإجابة أطلقت هذه الألقاب على من تميز من شعراء الأندلس تشريفا لهم إذن هذه هي الدلالة وذلك هو التعليل لأن الشعر الأندلسي في بداياته كان متأثرا بشعر المشرقي واتخذ من شعرائه مثلا أعلى أرجو منكم أن تدونوا تلك الإجابات إلى تدريب آخر السؤال يقول في رحلة تطور الشعر الأندلسي قارن بين المرحلة التي ينتمي إليها كل من ابن عبد ربه ولسان الدين ابن الخطيب أرجع إلى تلك الأسماء في أي مرحلة كان كل شاعر من هذين الشاعرين نعم أحسنتم ابن عبد ربه ينتمي إلى الطور الأول الذي كان تقليدا لأدب المشرقي بسبب الشعور بالانتماء إلى الأصل أما لسان الدين ابن الخطيب فقد كان ينتمي إلى الطور الثالث حيث صور الشعراء بيئتهم وبرزت خصوصية الأندلسي في شعرهم تدريب آخر في صفحة 147 علل ما يأتي نشأ فن الموشح استجابة لعوامل خاصة توفرت في المجتمع الأندلسي نعود إلى فن الموشح وننظر ما العوامل التي أدت إلى ظهوره ما الذي وجد بالمجتمع الأندلسي حتى يوفر البيئة الخصبة لهذا الفن إليكم الإجابة مجالس الموسيقى والغناء والطبيعة الجميلة الساحرة كل ذلك أدى إلى نشأة فن الموشح بسماته الموسيقية الجديدة أبناء الطلاب بذلك نكون قد أنهينا الجزء الأول من درس الأدب الأندلسي والذي تناول الشعر الأندلسي وننتظركم في الجزء الثاني والذي سوف يتناول النثر الأندلسي فإلى أمل اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا